مبادرة حياة كريمة بتواصل العمل بشكل مكسف عشان تقدم كل الخدمات الأساسية من صرف صحي وتوصيل مياه وتطوير منازل وإنشاء وتطوير مدارس لحوالي 4658 قرية خلونا نشوف تقرير تسعى مبادرة حياة كريمة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وحيث رصدت الحكومة ميزانية كبيرة لتطوير الخدمات الأساسية من صرف صحي وتوصيل مياه وتطوير منازل وإنشاء وتطوير مدارس خلال العام المالي الحالي ونجحت المبادرة الرئاسية في إحداث نقلة نوعية للريف المصري كما عملت منذ اليوم الأول على تحسين حياة المواطن في الريف المصري واستطاعت تطوير الخدمات الأساسية خلال المرحلة الأولى في 375 قرية والتي بدأت من يوليو 2019 حيث تم التركيز فيها على أفقر القرى كما وفرت العديد من فرص العمل واستثمرت في التعليم وعملت على تطوير وإنشاء العديد من المدارس بمختلف القرى بالمحافظات وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى تنمية أربعة ألاف وستمائة وثماني وخمسين قرية بإجمال 175 مركزا على مستوى محافظات مصر والتي تمثل 57.8% من إجمال سكان مصر وبتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليار بني قابلة للزيادة وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحي سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر